شو قل رب العالمين في آخر صورة الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الألم مبلغة والحزن مبلغة قال الله جل وعلا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ يعلم جل وعلا يعلم به هذا الحزن اللي سببه أنه عند وقت الجل الخلوة والشعور بأنه أنا ليش يؤذونني هل أنا قصرت هل هذه التساؤلات المؤلمة اللي تشكو منها أم سالم وتشكو منها أختنا سواء كان وضعها شوية مختلف فيقول لرب العالمين شوف الدول والسريع الذي جربنا فسبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده هذه من أقوى أنواع الذكر المذهبة للحزن والمذهبة للآلام يعني هي التي توصلك إلى حالة من السكينة فورا لذلك أقوى ذكر ورد سبحان الله وبحمده مئة مرة ولا يأتي رجل بأفضل مما فعلها إلا رجل قال أكثر منه يعني إذا قال اللي يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة لا يأتي أحد بشي أفضل منه إلا شخص قال أفضل منه يقول الرسول الله سبحان الله وبحمده تملأ الميزان يعني تملأ آني ما بين السماء والأرض تملأ آني ما بين السماء ذكر عظيم وسر عظمته أنه يوقع السكينة فورا في النفوس أيضاً مما يقع السكينة فوراً في النفوس هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كيف؟ احنا نصلي عليه فيصلي علينا يقول صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة رد الله عليه روحي حتى أرد عليه فعندما تصلي على النبي ويصلي عليك تسكن وهذه مجربة مجربة جربناها حتى مع حالات الوفاة وحالات الصدمات الكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيتر امسك مخك ونت تصلي يعني امسك رح تفلت منك وساعات سر التكرار في الذكر إنه في بداية إذياته قد يتفلت لكن في نهاياته أنت مع التصميم والتاء اللي هي تاء الطلابي التأكيد التطبع الإصرار رح تيبة تيبة فالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يسكن النفوس بطريقة غريبة لأن الله أمره أن يصلي عليهم حتى يسكنوا الله أمره صلي عليهم من صلاتك يسكن لهم صلى الله عليه وسلم أما الثالثة فيها الاستغفار من لزيم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزق الله من حيث لا يحتزم يا جماعة الخير تجربة شخصية عندما يحزبني أمر مشكلة شبيرة أحياناً نحن نشتغل مع الدنيا كلها شنهي لسيسمي الدنيا ما هي دنيا دنيا كلها بشاكل وكلها شقة وكلها تعال يعني إنك كادح إلى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقي إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون هذه سيرة البشر لكن ترجون من الله ما لا يرجون ليش لأن إحنا عندنا من فضل الله عز وجل أن أرانا نسكنا ومن نسكنا أننا نهدئ أنفسنا فمن الأمور التي نهدئ بها أنفسنا هو الاستغفار يقول ابن تيمية عندما يحزبني أمر أنا سمعت قرأتها له في سوق أو في مسألة أو في مشاكل لأنه كان عنده خصوم كثيرين كان يعني هو من جماعة النهضة وكان في ناس ضد النهضة التي جاء بها ابن تيمية فكان عنده مشاكل مع عداء أعداء وانسجن يقول ألزم الاستغفار ألفاً تزيد أو تنقص حسب العد ساعة حتى اللي عد يغلط لكنه ما أتقل عن ألف فيذهب الله ما بي أنا جربت هذا في حياتي العملية فعندما يجيني أمر مثلاً نبأ صاعق أو هم مقيم أجي ألزم نسبها الألف تأخذ ثلث ساعة تقريباً إذن تجاد ثلث 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 نص تصوروا أكون أعرق أكون تعبان لأنه في صدمة التلقي إحنا قلنا عنها بعد ذلك الغريب إنك إذا جاءتك المصيبة قاعد تشوف أوجه المصيبة الله يا كبرها بيصير شذي وبيصير شذي وبيصير شذي ويبدأ المخ يشتغل في الوسواس الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء يوصلك أحياناً إلى الكفر والتفكير بالانتحار ما أن تنهي الألف إذا كنت جاداً حتى تبدأ تشوف أوجه الحل العقل يجب أن يعان لا يترك وحده في ظلمة الفكرة وفي ظلمة الأزمة يجب أن يعان ومن فضل الله عز وجل أن أعانه بهذا المد تشبك فيه تشبك تشبك شوان نشبك هنا تشبك في النت تشبك في الكهرباء حتى تشب تشبك فيه الوائرات وائرات الذكر فتهدأ وتسكن ويبدأ العقل اللي كان يضرب يمين وشمال مثل خرطوم المطافي يبدأ يركز يا سوهة هو الجواب الآن لسوهة سوهة تقول أنا وسط أولادي تطير فكرتي يهرب مني الفكر كما يهرب يشرد مني يختار يصير إثير فنقول لسوهة أنت مأمورة أن تأخذ إجازة من أولادك شرعاً لازم تسحب نفسك حتى من أولادك حتى أولادي صغار أيها الله حتى الذين لم يبلغوا الحلم لأن الله يقول أعطاك ثلاث إجازات لترتاح وترتاح ذاتك ويرتاح عقلك وتستمتع ناهيك عن خمس صلوات اللي ما يداخلك فيها أحد هاي ثمانية يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم لأن ذولادي الشو نطلعون والذين لم يبلغوا الحلم منكم يعني الكبار بالله خالصين منهم لكن تتكلمك عن الذين لم يبلغوا الحلم من الأطفال ثلاثة مرات ليش حقك يا أخي في أن تسكن حقك في أن تجد لك واحات للتأمل ومجالات لكي ينداح عقلك إلى أي منطقة تريدها أنت أن يروح لها بلا إزعاج منهم الآية واضحة ليستأذن في صورة الفتح ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وأسكن وقت وأفضل وقت للذكر ولكتاب الله عز وجل هو قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني قرآن الفجر بعد أن تنهي سبحان الله الوارد تنهي وردك تأتيك الواردات يعني وقت التحضير بالنسبة لي تقعد تشوف مخك صار منطقة سكينة اتسعت مساحة الراحة لديك حتى أصبحت كأنك في حديقة غناء وقدرة على التحكم في عقلك وفي فكرك شيء مخيف شيء يعني مفرح مش مخيف أنا أقول مخيف يعني من باب المبالغة لكن شيء بديع جدا فعندما تسكن بعيدا عن ذأواء الأولاد وصيحتهم ثلاثة مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء بالذات الظهيرة للعاملات تقولين له ياوليدي إذا أمك ما ترتاح الحين ما رح تخدمك زين ما هل حبيبي ماما بتاخذ راحة شوية تقول لي شلون أقدر والله تقدرين إذا تبين إذا ما تبين كيف تش أنا أش أعمل أنا إيش أعمل إذا أنت ما تبين هذا حق الشرعي اللي الله عطاتشي في أفضل